خليونا نقول بس ونأكد على إن احنا أول حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن الأسرة ودي الحلقة الستة من حلقات رمضان وبعد ما تكلمنا عن بناء الإنسان بناء ذات الإنسان وإزاي الله سبحانه وتعالى بنانا وانتقلنا عشان نقدر نوسع مجال عمل الإنسان ومجال حياة الإنسان فقبلتنا أول دائرة إياه دائرة الأسرة ففجئنا إن دائرة الأسرة دي دي منا ربانية فأصبحت الأسرة لإنها منا من عند الله قيمة ولابد إن احنا نحافظ عليها وأول حاجة لازم نحافظ عليها هو الاجتماع الجسدي لازم نكون مجتمعين مع بعض ويا سلام بقى لو إن الاجتماع الجسدي ده كان اجتماع على عبادة زي عبادة الإفطار في رمضان لازم نرجع ده فرصة رمضان إن هو يرجع ده الحاجة التانية إن احنا لازم كمان عشان نقدر نرجع للأسرة كقيمة لازم نشارك بعض في الأسرة ونحس كل واحد فينا إن هو منتمي لهذا المكان فعملنا في البيت مش المقصود بي إن واحد يجيب العصير ولا واحد يعمل السلطة ولا واحد يجهز المخلل مش ده المقصود ولا واحد يسخن الأكل ولا واحد يسخن العش مش ده المقصود المقصود في الحقيقة هو إن احنا نحس بانتماءنا لهذا لهذه الأسرة مش لهذه الشقة ولا لهذا البيت لهذه الأسرة ودي حاجات مهمة جدا على قد ما هي صغيرة لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحاجة التالتة والمهمة اللي احنا لازم نشتغل عليها هي مسألة إن أن نجعل حظا في هذه البيوت لعبادتنا وياريت العبادة تكون عبادة مع بعض وإذا ما لقناش إن احنا خلاص كلنا صلينا التراويح في المسجد نرجع تاني ولو نعمل مجلس للذكر ونصلي على حضرة النبي أو نذكر الله أو نحمد الله أو نستغفر لازم نعمل هنا عبادة مشتركة عندنا ويا سلام لو يبقى عندنا مجلس في رمضان نجتمع فيه على فهم حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول إزاي حياتنا بعد رمضان ممكن تكون فيها اجتماع وفيها نصيحة وفيها دعم من كل واحد فينا للتاني ويبقى عندنا تقوى بقوة الإيمان كل واحد فينا بيدعم التاني ويا سلام لو كل واحد فينا يبتدى يقول للتاني هو محتاج منه إيه؟ عشان يكونوا مع بعض متعاونين ويكونوا من أهل إضافة قيمة الأسرة ويبقى كل واحد فينا ماشي في الطريق وماشي في حياته وهو أسرته وراه أسرته وهي نعمة ربنا سنده ومدده ودعمه يا رب جعل أسرنا دايما سندنا يا رب العالمين